جاي البي بي سي البي بي سي او بي سي سي تبقى اللي هي هجمة مرتدة بي سي سي كان هجمة مرتدة بيتكلم جاي بالبي بي سي بس ايه قال وصفها او اختصرها بي سي سي فانا بتكلم على بي سي سي تبقى اللي هي هجمة مرتدة اللي هي البي بي سي لطاف او بتوع البي بي سي افشل تغطية للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني البي بي سي افشل انا بقولها تفشل هو فاشلة بامتياز انتو عارفين سايبين الصواريخ والسايبين الناس اللي بتدفن وهي وهم احياء وبيعملوا ايه يفتح لك خط مباشر مع امريكا فيجيب ناس في امريكا يشتموا مصر والامارات ده انت قاعدها امريكا بتشتم مصر والامارات ليه والبي بي سي سايبة الضمار اللي في غزة والضمار اللي في رامالله والضمار اللي في كل مكان في فلسطين ورايح اتجيب ناس قاعدين في امريكا عشان يهاجموا مصر ده ايه الفشل اللي عندكم ده ايه الفضل اللي عند البي بي سي مش لقيين حاجة تانية يعني هو انت بس عايزت دايقنا لكن بقول لكم افشل تغطية بتعملها البي بي سي وطبعا هجوم على بتهاجم مصر على ايه انت عايز مني ايه هو انا عملت مش نافع بس بالمناسبة وقال ايه فرق معانا هي طول عمرها البي بي سي كده فاكرين رئيس عبناصر كان بقولوا عليهم ايه فاكرين كذا وكذا مش كان بيقول رئيس عبناصر عليهم وقال واحنا بنقول ونفضل نقول عمرهم هيبقوا معانا احنا عارفين اجندة البي بي سي زيها زي كتير من الاجندات بعض الناس اتغيروا شوية ولكن ما زالت بي بي سي كما هي تستغل اي حدث عشان تتكلم على مصر تتكلم على مصر هو انت قدي هو انت اللي انت بتعمله ده ما انت بقى لك كم سنة بتتكلم على مصر من ايه مرس عبناصر مش كده طب لحد النهاردة عملتوا ايه في مصر غيرتوا حاجة اجندتكوا نفزت يعني اللي انتوا عايزينوا تعمل ده من كم يوم عملوا كانوا عاملين حوار مع واحدة من اياهم الحوار ده والله بكلمكم بجد اتزاع تقريبا تقريبا فضوا المساحات الوقت كلها ما عندهمش حاجة كان غيره خالص يعني لندن والعة وكورونا قلب العالم وهم لا رح اجيب فلانا اسمها سيف ولا مش عارف مين ويبتاع ازيع الحوار ساعة ستة الصبح والساعة تنشر الظهر والساعة خمسة المغرب والساعة عشرة بالليل والساعة تنشر منتصف الليل وتاني اعيدوا تاني الفجر واعيدوا تاني يوم وقاعدوا يعيدوا في الحوار ده لمدة اسبوع عمري ما شفت حوار بيتعاد في مكان لمدة اسبوع اللي عندهم لانهم قناة فاشلة لان حوار زيرو مفوش معلومة ومش مع حد مهم يعني ممكن تعمل حوار مع حد مهم بتعيدوا مرة اتنين تلاتة ولو اتزانقتوا مرة تعيدوا مرة لكن افضل ليل ونهار بعيدوا وعندوا لندن ولعة وعندوا مستشفات كورونا مليانة وعندوا طوابير مصايب جنبه في لندن وفي الدول كتيرة وسايب ده وبيتكلم على مصر شيء ما تعرفش الناس دول بيشتغلوا ازاي باي مهنية ويجي يقولك المهنية بتاعت ده افشل حاجة والله وانا بحلف لك بالله ما عنده مهنية طب لعنده مهنية ده يجيب حد من امريكا عشان يهاجم مصر والامارات النهاردة بتهاجمنا عشان ايه عملت ايه عشان بساعد اشقائي عشان انا موجود عشان اوقف هذا العدوان اللي مدعوم منكو ما هو دول ولادكو مش دول ولادكو اللي بيقتلوا فينا ولا مين اللي عملهم يعني احنا اللي عملناهم واناتوا اللي عملتوهم ما هو داللي زرعها لك زرعها لك ما هو اللي قال له هاودية كنا هنا المكان ده عشان تفضل طول الوقت المنطقة دي ما تبقاش منطقة ااااااااااااااااا مستقرة مين العمل هم دول بتوء البي بسي مشغلينهم يعني بتوعهم يعني ليه بتكلمش بالعدوان ده ليه بتكلمش على جرائم الحرب دي ماتفكر نفسك محايد حد هيقولك أصوب يشغلوا عمرهم عمرهم ما كانوا في أي قضية محيدين وأنا أحيانا أحب أتفرج عليهم عشان أعرف بعملوا ده بيبقى والله كان عمليات إرهابية تحت مكتبهم وأنا كلمت في هذا البرنامج عنهم تحت المكتب بتاعه تحت مكتبه ووكساء الإعلام كلها العالمية بتنقل والبي بي سي جايبا لك حدائق الحيوان والغابات في إفريقيا وعنده إرهاب تحت المكتب بتاعه في الشرع بتاعه العالم كله نقل هوا هو يجيب لك الأسود بتجري ومش عارف بيعملوا إيه وبيجرر ده البي بي سي وفين بعد ساعة لما يخدوا الموافقة والتعليمات أما رجعوا للشغيل بتاعه تقوليش مهنية عمرك ما كنت عندك مهنية بدأ ليه لأنا بقولك علي دلوقتي تا اطلع وقتها قلت مفهومش حد طلع ينطع لأن أنا جبت قدامي كده لقطة من اللي كانوا بزو والعالم كله بينقل هوا من لندن وهما بيتكلموا على الغابات في أفريقيا زي ما بتكلم النهاردة العدوان والناس بتموت وآلاف المصابين والبيوت اللي بتتدمر والناس اللي بتتقتل وهو بيتكلم على مصر عا بتعمليه في غزة والإمارات بتعمليه مش عارف فين قمي مصر والإمارات واجعينك مضايقنك قوي للدرجات دي يعني ترجمة نانسي قنقر